السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات مدرسة الخطيب التجاري نظام الثلاث سنوات ونظام الخامس سنوات اهلا بكم النهاردة هنشرح لكم ازاي نعمل الاستمارة الالكترونية الاستمارة الالكترونية بكل بساطة بتعتمد على خطوتين بس اول خطوة بندخل عليها بياناتنا الاساسية اللي هي الرقم القومي وكود الطالب وده بنقدر نحصل عليه من موقع المدرسة او من المدرسة هنا في الادارة الخطوة التانية بنراجع البيانات الكاملة بتاعتنا كطلاب وكشعبة طيب نبدأ الخطوة الاولى اللي هي ازاي نعمل الايميل على الاستمارة الالكترونية بنفتح جوجل وبنخش على موقع اوفيس اللي هو الحساب المدرسي الالكتروني الموحد وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو بتاع الموقع بنخش عليه بيجيب لنا حساب المعلم او حساب الطالب فبنختار حساب الطالب بيطلب مننا حاجتين اللي هو الرقم القومي وكود الطالب فلو دخلنا هنا الكود ودخلنا الرقم القومي مسلا اه اتنين واتبر كده وبنختار انا لست برنامج روبوت بيقولي مسلا اختار مناطق عبور المشاه اه اه او اي حاجة زي كده اللي بطلبها مني بقدوس عليها وباختار التالي او تحقق على طول اه اه وبدوس التحقق من البيانات ومجرد ما بدوس التحقق من البيانات بتجيلي صفحة تانية فيها ادخل الرقم الموبايل والايميل بتاعي صفحة زي كده بدخل عليها الرقم الموبايل وبدخل الانية مرتين وبرضه بدوس انا لست برنامج روبوت وبدوس انشاء حساب لما بعمل كده بيجيلي بقى ايميل وباسورد هنا بيديه الاميل بتاعي اللي بستخدمه في اي تعامل بعد كده على التابلت او على النزام الالكتروني ودي كلمة السر وناخد بالنا ان كل كلمة السر بيبقى اولها استي دي شباك والاس كابتل مش سمور الاس كابتل تمام كده احنا عملنا الايميل والباسورد نرجع تاني نقول من اول وبدات بنخش على موقع الحساب المدرسي الموحد اللي هو اه دوت اي ام اي اس دوت جاف دوت اي جي تمام باختار حساب الطالب بدخل الرقم القاومي وكود الطالب الرقم القاومي اللي هو رقم البطاقة او الرقم للشهادت الميلاد برضو الرقم القاومي وكود الطالب اللي بنقدر نحصل عليه من المدرسة وبالنسبة للاجانب بياخدوا رقم افتراضي من المدرسة وبعدها بختار انا لست برنامج روبوت وبعدها بدخل فيها رقم الموبايل والايميل ومرتين وبرضو بدوس انا لست برنامج روبوت وبجاوب على الاسئلة وبدوس انشاء حساب ومجرد ما بعمل كده بيظهر لي ايميل وباسورد دول اللي هيقع التعامل عليهم الاس بتبقى كابتل ناخد من النقطة دي. تمام. اه والايميل بيكون بالشكل ده اه الكود بتاعك اد كايرو دوت ام او اي دوت اي دوت اي دوت اي جي. والباسورد بيبقى اس تي دي شباك وبعدها رقم. الاس بتكون كاملة. خلاص بقى معانا الايميل والباسورد بنخش بعد كده على الموقع بتاع الاستمارة الالكترونية. اهو الموقع اللي هو ام او اي ريجيستير ام عي اس دوت جاف دوت اي جي. لما بتخش على الموقع دوت بيطلب مننا الايميل والباسورد بناخد الايميل والباسورد انه اللي احنا لسه عاملينه تمام بيفتح لي الاستمارة بتاعتي. اه الباسورد بيكون هنا وبادوس تسجيل فييفتح لي الاستمارة بتاعتي. شكل الاستمارة بتاعتي بيكون ازاي بيكون بالشكل ده بنفتح الموقع بتاع الاستمارة بيطلب منينا الايميل بندخل الايميل اللي انا لسه عملينه وندوس تسجيل دخول بيطلب كلمة السر وندوس تسجيل دخول بعد ما ندوس تسجيل دخول وده طبعا اه غلط ولا ايه بيظهر لنا ايه البيانات بتاعتنا بنحمل الصورة بندوس تحميل صورة بنحمل صورة من على الموبايل صورة عادية بس متكونش اه يعني صورة قريبة من الصورة الشمسية اللي بتكون اربعة في ستة وتكون خلفية بيضا بنختارها من الكاميرا ممكن نصورها على طول او من التنزيلات ونختار من الصور بتاعك بعد ما بنحمل الصورة بالرجل اللي ندخل العنوان ورقم التليفون ومهنة الوالد ونتأكد ان كل البيانات التانية بتاعتنا سليمة المرحلة الدراسية الصف نظام التعليم نتأكد منها ان هي سليمة قبل ما مندوس اعتماد تأكدنا من كل حاجة تمام بندوس حفظ لو في مشكلة بنرجع للمدرسة كل حاجة فنفرض ان هي تمام بندوس حفظ بعد كده بيزهر هنا اعتماد الاعتماد بمجرد ما بدوس عليه خلاص كده كل الداتا بتاعك تحفظت مش هينفع تتعدل تاني اكون متأكد تمام التمام ان كل البيانات بتاعت سليمة اللي انا دخلتها او اللي موجودة على الاستمار بعد ما بدوس اعتماد بيزهر لي خانة تانية اللي هي طباعة لما بدوس عليها بيزهر لشكل الاستمارة كله صفحة واحدة صغيرة فيها الصورة وفيها البيانات بتاعتي صفحة مختلفة شوية عندي بعد ما بدوس على اطباعة فبحفظها وباطبعها عند اي مكتبة او في البيت لو عندي برينتر في البيت وبجيبها الهين الادارة بعد ما بتتبلع ده كل اللي بيخص الاستمارة والموضوع سهل اول خطوة بنعمل منها الايميل بالبيانات بتاعتنا وتاني خطوة بندخل فيها الايميل والباسورد نعمل اتباعة للاستمارة اتمنى تكونوا عرفتوا كل حاجة ولو في اي تعليق ممكن ارد عليكم في التعليقات تحت او في المدرسة تحت عملكم بالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة